نحن نشوف أن التغذية تبدلت لو كان نرجعه 20 سنة للوراء يعني اللي عملنا مقارنة بين التغذية نتعنا 20 سنة للوراء وحاليا نلقاها باللي متبدلة كثيرا إذا رجعنا 40 سنة للوراء تقدر تقولي 90% تغيرت أكيد لو كان نرجعه مثلا 40 سنة للوراء نقدر نقوله في الثمانينات ولو كان نقارنه بالأكل بتاعنا بين الثمانينات وبين حالياً 2023 يعني خليني نقول لك بعض الأغذية اللي راهي كينا الآن حالياً ما كانش متوفرة في هذا أكل فأكيد الأكل انتعنا أولاً تغير المواد يعني كين مواد جديدة دخلت المائدة الجزائرية وأيضاً العادات الغذائية العادات الغذائية والسلوكية تنتعنا اتجاه الأكل أولاً واللينا يعني نكله بطريقة عشوائية يعني ما عندناش احترام للأوقات احنا أنا لما نشفى لما كنا صغار مثلاً في وقت غير الأكل نحب ونأكل وكش حاجة فالأمت تعنا وش تقولنا تقولنا السنة الفطر صح السنة العشاء السنة باباكي جي السنة كين وقت محدد صح الآن ولت يعني العشوائية في الأكل علش لأنه ولت بعض المواد يعني مواد صناعية اللي دخلت البيت الجزائري ولت متوفرة وبالتالي الأطفال ولا حتى الكبار يعني بمجرد أنه يحس بهذاك الجوع ولا خلينا نقوله ما هو شجوع يعني بمجرد أنه يحس بملل ولا أي حاجة فيتوجه مباشرةً ولت عادة ولت عادة يتوجه مباشرةً إلى فتح ذاك الكيس صح مثلاً تعالقاته ولا أي حاجة ويقدر يأكلها فالسلوكيات انتوعنا العادات الغذائية التعنات بدلت من ناحية الكمية تعالأكل من ناحية العشوائية أيضاً تعالماكي تعالماكي ترجمة نانسي قنقر